وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعناية بالآئمة والخطباء وبتطوير برامج تأهيل وتدريب الآئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية وذلك بهدف استقل المستمر لخبراتهم ولتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري حيث قال متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف اللاديني والديني والإرهاب بكفة صوره وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عمليتي بناء الإنسان وصناعة الحضارة كما تناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية والمقرر انعقاده يومي 25 وال26 من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعية ولا بيأتي كرسلة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبيرة في بناء الأسرة والمجتمع